الان الى جولة في الصحف العالمية والاسرائيلية بشأن تطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في يومها السادس والستين الهجمات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوبية غزة دفعت الاف الفلسطينيين للنزوح تجاه رفح هربا من القصف في ظل ظروف انسانية مذرية صحيفة فينانشل تايمز افردت حيزا للموضوع في افتتاحيتها تحت عنوان اوضاع كارثية في رفح مع وصول الفلسطينيين الى هناك وبحسب الصحيفة اصبحت مدينة رفح الحدودية ملاذا للعديد من النازحين حيث باتت المدينة مكتظة بعد ان انتقل نحو خمسة وثمانين في المئة من سكان غزة الى الجنوب ونتابع معنا هذه الصور المباسرة التي تأتينا من قطاع غزة ونتابع بشكل جلي هذه القنابل الضوئية التي يلقيها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة اذا كما نتابع فان الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يلقي القنابل الضوئية في سماء قطاع غزة ونتابع في الصورة ايضا التي تأتينا مباشرة هذه الاعمدة الدخانية التي تتزامن مع اطلاق هذه القنابل الضوئية ترجمة نانسي قنقر اذا لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي يلقي بمزيد من القنابل الضوئية في سماء قطاع غزة الصور تقترب اكثر هنا باتت هذه القنابل التي يلقيها جيش الاحتلال واضحة تماما اعدادها تتزايد الان يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات وبحسب الصور المباشرة التي ننقلها مباشرة يواصل الاحتلال والالقاء المزيد من هذه القنابل في سماء قطاع غزة تتزامن هذه القنابل الضوئية التي يلقيها الاحتلال الاسرائيلي في سماء قطاع غزة مع اجتداد المواجهات بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على محاورة متعددة في قطاع غزة وايضا تزامنا مع القصف الاسرائيلي الذي لا يزال متواصلا حتى هذه اللحظات على مناطق متفرقة في قطاع غزة ولمزيد من المتبعة والتحليل نرحب بضيفنا في الستوديو والاستاذ اكرم عطلة الباحث والمحلل السياسي المختص في الشأن الاسرائيلي استاذ اكرم مرحبا بك هذه الصور نتابعها معا مباشرة من قطاع غزة هذه قنابل ضوئية كما نتابع يلقيها الاحتلال الاسرائيلي في سماء قطاع غزة كيف تفسر لنا هذا المشهد الذي نتابعه الآن أنا واضح انه اسرائيل تجد صعوبات في الميدان واضح انه الميدان لم يكن وفقا للرغبة الاسرائيلية بعد تدمير شامل من القصف الجوي انت تدرك انه ثلاث اسابيع من الارض المحروقة تمهيدا لدخول الدبابات واضح انه دخول الدبابات تتابع الميدان لم يكن بتلك السهولة سوء بعدد القتلى يعكس ذلك الاشتباكات الانزال الجوي مد في المعركة نعم هذا يعني انه الطريق حتى التي تجاوزتها اسرائيل ليست آمنة الاضاءات الليلية هذا يعني انه الجيش الاسرائيلي رغم انه يملك نواضير ليلية لاحظ انه انه لا واضح انه لم تعد تكفي مع الداته الطبيعية يعني الجيش الاسرائيلي فينا وضير ليلي وفي تصوير ليلي وهو ما لا تملك المقاومة كان يعتبر انه العتمة هذا ميزة لاسرائيل وليست ميزة للمقاومة الان تكتشف انه ما لدى الجيش الاسرائيلي من ميزة هي لم تعد تكفي لادارة معركة نعم هل كانت هناك خشية لدى الاحتلال الاسرائيلي بان يخرج عليهم مقاتل المقاومة الفلسطينية من خلفهم ويستهدفوهم استهداف مباشر من النقطة صفر وبالتالي هم لجأوا الى الانزال الجوي في خان يونس لايصال المساعدات اللوجستية للقوات الاسرائيلية المتواجدة هناك يعني هذا حدث في منطقة القرارة منطقة القرارة بالمناسبة تم اجتياحها ودخول الدبابات هي ليست منطقة سكانية كبيرة تم اجتياحها في اليوم الثاني لنهاية التهدي الهدنة عندما دخلت اسرائيل وقطعت الطريق بين دير البلح وبين خان يونس بمعنى انه في اليوم التسعة واربعين للحرب نحن في اليوم 65 معنى انه لها 16 يوما دخلت اسرائيل منطقة القرارة هذا اليوم خرج مسلح من الانفاق وقتل اثنان من الجنود الاسرائيليين معنى انه تدرك هذا حدث حدث واكثر من مرة وبيت حانون اليوم هناك قتلى في بيت حانون بيت حانون التي اجتاحتها اسرائيل من الايام الاولى ما قبل التهدئة واعتبرت انه هذه منطقة امنة تماما اليوم ايضا هناك قتلى في بيت حانون بمعنى عندما تجتاز دبابات اسرائيلية مناطق هذا لا يعني انها اصبحت امنة بامكان الجيش الاسرائيلي ان يتصرف باريحية طيب استاذ اكرم كما تبعنا في صحيفة الفينانشال تايمز الصحيفة تقول ان 85% من سكان غزة قد نزحوا بالفعل الى الجنوب وان الامور هناك كارثية الى حد كبير السؤال الكبير ايضا الى اين المفر وماذا بعد لا مفر سوى ان اسرائيل تخوض حملة انتقام لا تفكر بعقلها لا تفكر انه هناك بشر قالها الوزير الاسرائيلي يوقف قلنت اه وحوش بشر حيوانات بشرية اسرائيل اه لا تعرف انه سوى انها تريد ان تقلب هذه المنطقة ان تقتل كل السكان في هذه المنطقة ان تنتقم هذه المنطقة تسببت لها بجرح عميق وبالتالي عليها ان تتصرف بثأرية مطلقة ما يحدث ان اسرائيل تثأر تخوض حرب كحروب القبائل تريد ان تنسف هذه المنطقة ارض محروقة بنيات بشر بني تحتية جامعات مياه غيره هاجروا سكان الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الجنوب للجنوب حتى حشرتهم في منطقة رفح وهي اصغر المحافظات الفلسطينية حتى لا يبقى امامهم سوى الرحيل نحو مصر طيب استاذ اكرم في عجلة اذا تفضلت نحن ايضا من ضمن الصحف التي تبعناها صحيفة اارتسا الاسرائيلية التي اشارت وبشكل واضح الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يخفي عدد جرحاه ومصابيه وهناك من قال ايضا بخلاف الصحيفة انه يخفي عدد قتله لماذا يتعمد الاحتلال الاسرائيلي سياسة الاخفاء بشأن خسائره يعني القتلى دعنا نقول انه من الصعب عليه اخفاءه فانه في جنازات تحدث في اسرائيل وحق من حقوقه انه يعلن بوسائل الاعلام انه جندي وسقط في المعركة وشهيد لكن الجرحى مؤكد انه هناك اخفاء انه بده تخفي كان اخفاء ابن جلانت مثلا لانها ضربة معنوية كبيرة لكن الجرحى مؤكد انه هناك اخفاء لانه فيش جنازات فيش اشي فيش اعلان اسرائيل تعلن لان المتحدث بين الجيش الاسرائيلي انه الجرحى وصلوا الى حوالي 1600 بينما وسائل الاعلام الرصين الاسرائيلي تقول الذين سجلوا اعاقة دائمة لن يعودوا للجيش الاسرائيلي هم 2000 هارتس اليوم نشرت 3852 ما يقارب ال 4000 جريع هذا ارقام ما بين 4000 الى 5000 من بينهم مؤكد نعم تخفي اسرائيل في عدد الجرحى لذلك بيانات المستشفيات اتكأت هارتس على بيانات المستشفيات كل مستشفى كم عالج من 7 اكتوبر حتى الان الرقم اكبر بكثير لذلك نلاحظ الفزوة كبيرة بينما يعلنه جيش الاحتلال وما تعلنه المستشفيات سحرنا جزيلا لك استاذ اكرم عطلة الباحث والمحلل السياسي المختص في الشأن الاسرائيلي شكرا جزيلا